السلام عليكم ورحبا بكم في القناة أتمنى تكونوا بألف صحة وعافية لكم يشوفوا اول مرة هذه القناة نتمنى انه يشارك فيها ويضغط على زر الجرس لكي يوصلكوا الجديد اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو سوف نمريكم البطبوط طريقة ديالتي وبنسبة لطريقة العجل في العجل الكهربائية سوف نخللكم رابط دياله في صندوق الوصف كي يجي رائع كي يجيلة الشكل هذا إذا كنتوا الطريقة ديالتي وتابعوا الفيديو الاخر لا تنسوش اخواتي لايك والاشتراك في القناة وتباطعوا فيديوهات مع الأصدقاء بعد ما عجلنا العجل ديالنا كيفما تشتوف الفيديو السابق عجلنا وخلينا انتهي خمر مزيان على هذا الشكل هذا تطلع انتهي خمر كما تشمو ديك راحة الخميرة تشموها يعني رامة لوقا هذه الساعة لان ناخده انتهي نصوبه كويرات والعجل كما تشتوف الفيديو نخليتها تلصق كما تشتوف الفيديو وكما تشتوف الفيديو وعجلنا والبابة يأتي بطبط يأتي بطبط ويسفنجي بثاف ومثل خدمة نديروا كويرات دائما تديروا التقلق كما تنصق لنا فقر أو تديروا حد المين ديالها كما تستفوق منه كويرات وعلي حسب الكمي الحجم اللي بغيته يعني بويتهم متوسطين او صغار او كبار نديروا الكمي الحجم اللي بغيته نبقى نصوبوا فيهم حتى نساليوا نبقى نديروا في الجلد احتكى الضعف الحجم مرة أخرى ضروري لا تخطيهم ونظروا الضعف الحجم الكمية العجنتية يعني خرجت لها الكمية مرة ثانية مرة ثانية لا تجعلهم يخمر سوف نقرس ونجعل المقلاقة تسخن لأن سوف يخمرون نجوج مرة من العجين مرة ثانية لا تجعلهم يخمرون من هناك تربح الوقت ثانية سوف يخمر للطريقة يعني زوينة تقديت غرصة بوحد المدلق سوف يكون سهل لا أعرف ما يريدك بالنسبة للمقلاقة سخنة ونفس الوقت سوف نقرس في العجين سوف نقرس للمقلاقة الثانية سوف تسخن سوف نهز للمقلاقة للمقلاقة سوف نقرس سوف نقرس الزيت سوف نقرس للمقلاقة في هذا الفيديو سوف نقرس للمقلاقة يأتي ونقرس للمقلاقة للمقلاقة سوف تحصل مقلاقة للمقلاقة يمكنك أن ترى هذا سوف تسخن ترى سوف نقرس ترشي زيت فوقها فوقها في وجه ديها ترشي زيت فوقعات تكون زيت كثيرا وعافية لا تجاديش بزاف يعني كمتوسطة لن تحرق شيء طيب بطبوت على خاطره ترشي هات نفخات سنقضل ودعبة تكون طيبة من الداخل وعافية زيت وعافية كمية كبيرة تقسمهم فتلاجة الفطور والجرائعة كما ترى كما ترى يأخذ كل ما أنهم بكة وأنهم يمزلوا ونفخلوا ونحطوها ونفخلهم ونقرسوا ونربح الوقت ونقرسوا ونقوم بسنة يعني اتهي بسنة كما أنهم يخمروا ندروا شوي زيز من الفق ونقلبوها الى الاشتياب حلقة كي يطلعوا الفقاعات نقلبوها هذه هي الطريقة للطياب للبطبورت تمنى ان هذه الطريقة تعجبكم نعودوا مرة اخرى الطريقة يعني اعطيت نفق ونقلبوها ثاني دائما العافية لا تكون مشاهدة باش متحرقش ليكم ممكن تشوفوا راق يتحرق من جناب يرطب كثيرا بالنسبة للمقلة التقيلة عن طيب فيها بعدها معها هي تقيلة شوية يأتي الطيب للبطبورت كما قلت لكم يعني المقالة الاخرين يكونوا مرة خفاف مرة ما تقال خفاف ما تطيب وشال الطيب ديالها يكون مزيان فطال عن المقلة التقيلة تأتي احسن تستطيع المقلة التقيلة تستطيع المقلات التقيلة هذا هو الطيب بطبورت دائما من قلبوها يجال تشكل هذا الطيب في المقلة التقيلة يجيزوي ودائما لا نجهدوا العافية وعافية لا تكون خفيفة تكون من المقلة نبقوا على هذا الحال حتى نكمل الضغط بودينا وننسى لي ونعمر واحد كويساتين مشحر مع الشيبة نتمنى ان هذه الطريقة تعجبكم لا تنسوا اخواتي والاشتراك في القناة ولكن تصلوا للقناة دائما الابعد يعني تصل كثير من مشتركين ومشتركات يأتي القطني واسفنج يأتي رائع يبقى سخون يلعجبكم هذا الفيديو اضعوا لي لايك و لايك و لايك اشتركوا في القناة وبصحة و الراحة ونعطيكم هذا الطبس يدري بطبوط الذي لم يكن في حاله مع الزيت العود و مع الزبت البلدية و مع العسل مع السلامة مع فيديو جديد ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لجميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة